اهلا بكم حذر البنك المركزي العراقي من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شركات مرخصة من قبل البنك تستدرج المواطنين بعمليات شراء دولار وهمية وأكد البنك أن الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة تروج للبيع بالدولار بالسعر الرسمي حيث يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد لتسلم المسافرين الدولار مبين أن الصفحات الوهمية تقوم بإعطاء الضحية تعليمات وإرشادات لإيداع الدينار أعلنت وزارة التجارة في العراق اكتفاءا ذاتيا من القمح والمواد الغذائية لستة أشهر مقبلة وقال وزير التجارة حالي أثير لغريري إن العراق لديه ما يكفيه من القمح والمواد الغذائية مدة ستة أشهر حسب قوله وكان العراق يعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية من القمح لتلبية احتياجاته الغذائية وهو ما يجعله معرضا لتقلبات الأسواق العالمية وزيادة تكاليف الإيرادات قال وزير المالية المصري محمد معيط أن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي متوقع عن ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في تموز المقبل إلى 4.2% من 2.8% هذا العام وأكد الوزير المصري أن الحكومة تهدف إلى بيع المزيد من الأصول المملكة للدولة ما سيقلص دور الدولة في الاقتصاد ويسمح للقطاع الخاص بتملك المزيد ويزيد من إنتاجية ويدر إيرادات لخفض ديون مصر على حد تعبيره جاء توقعات البنك الدولي لنمو اقتصادات دول الخليجة عربي خلال العام الجاري لتعبر عن حالة عدم اليقين التي تسود بفعل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وخفض البنك الدولي تقديراته لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8% خلال العام الجاري وإلى 4.7% للعام المقبل وأشار البنك في تقديراته إلى خفض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموما إلى 2.7% مقابل 3.5% في تقديراته السابقة الصادرة في شهر كانون الثاني الماضي أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف إلى 3.2% خلال العام الحالي وذكر الصندوق في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن نمو الاقتصاد الأمريكي هو الآخر ارتفع إلى 2.7% بزيادة 0.6% نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في كانون الثاني الماضي ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي من 5.9% هذا العام إلى 4.5% في عام 2025 مدعوما بارتفاع أسعار الفائدة في عدة دول حول العالم أسعار العملات والمعادن أمام الدينار العراقي نتابعها الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختام المجاز إلى اللقاء